بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم أخواتي كيف ديري لبس عليكم هانين أمركم زيانة أحوالكم طيبة نتمنى لكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله اليوم سنشارك معكم مختطفات من عراضة هماوية وكيف كان قولوا من زينتها لمة الحباب من زينتها لمة العائلة يعني مني كيوصل الصيف أو لا كيسخل الحل كانت عرضوا مع بعضياتنا أو لا كانت ضيفوا مع بعضياتنا حاولت أنني نقرب لكم واحد المختطفات من عراضة كانت عندي في البيت لهذا مختطفات لي هي صغيرة وإن شاء الله سنشارك معكم طريقة طياب ديال الجاج ديال الوالدة هذا الطياب ديال الجاج ديال الوالدة ديال الله يحفظها لي وحفظ لكم معز عليكم وحفظ لكم الوالدين ديالكم اللي توفاوا الله يرحمهم ويجدد عليهم الرحمات إن شاء الله الوصفة ديالنا ديال هادي نهار غادي تكون كريم كراميل أو لا ديسر لي كيكون مع الفواكه لي كنحطو بحل هكذا العراضات أو المناسبات أول حاجة غادي نبدو بها الكراميل الكراميل اللي غادي نحتاجو لهذا الوصفة هادي عندي فيه كاس ديال سكر ساندة أو سكر حبيبات وكن أكد على ساندة تكون رقيقة باش هكا الكراميل ديالكم يوجد بسرعة وإن شاء الله ينجح معكم لأن بزافة الأخوات ما كيوجدش لهم أو لا ما كينجحش معهم عفوا الكراميل ندروه في شئيناء أو لا في شمقلة تكون شوية تقيلة العافية تكون مهيلة بزاف وما كنقصوش قاع نهائيا حتى كنشوفو بأن السكر بدك يدوب وكيبال لكم اللون دياله يعني بدك يسيح كيف كنقولو عاد كنناخد واحد الملعقة ديال العود وكنحاولو نقربو الجوانب يعني الجهة لي فيها السكر لي باقي ما وصلتوش النار كيف كنقولو ندخلوها للجهة ليها ساحة ومن بعد كنبدأ نحرك دائما على النار اللي كتكون مهيلة ومهيلة بزاف باش هكا الكراميل يكون عنده واحد اللون اللي هو زوين يعني ما كيكونش محروق واللون دياله كيجي زوين ودائما مع التحريك المستمر حتى كنحصلو على واحد الكراميل كيف كتشوفو معايا اللون دياله دهبي وكيكون لامع غدي ناخد الإناء اللي غدي نخدم فيه اولا غدي نوجد فيه هاد التحليه هاد ينسميه هاد تحليه خديت هاد القالب هادا ديال الكيك اللي كتكون فيه الحفرة في الوسط ومباشرة فرغت فيه هاد الكراميل ونكونو اسراع باش هكا يتلبس ليناء القاعدة دياله يعني اولا كنفرغو فيه هاد الكراميل لانه ضغية كي يجمد اولا كي يقصح سافي غدي نخليه على جنب كيف شفته معايا ونجيبو المكونات غدي نذكرهم معاكم وحنا كنتبقوه في الوسطى عندي هنا هاد العلبة هاد ديال البيسكوي ان شاء الله نخلي لكم الوزن ديالها في صندوق الوصف هاد العلبة هاد ما كيكون فيها لشوكولاتة لوالو يعني هادي متوفرة بيسكوي ماريا ولا اي نوع ديال البيسكوي ماشي شرط انها يكون هاد الاسم يعني لكي يكون مافيش يعني مافيه لاشكولاتة لوالو كنحاول ان نهرسها غير شوية بيديا غدي نضيف عليها سكر منسم بالفانيلا هاد الديسير هادك يرافق لنا اه يعني هكا كنديروه مع الفواكيه اولا كنقدموه الضيوف ديالنا نضيف ليه نصف لتر ديال الحليب السائل وهنا عندي كاس مع مرش ديال سكر سينيدة او سكر حبيبات قطعة ديال الجبن متلت او جوج ديال القطع ممكن تكتافيه بقطعة واحدة ممكن انكم تستغنو عليها نضيف ثلاثة الحبات ديال البيض الحجم ديالهم يكون كبير ناكد على الحجم ديالهم يكون كبير نضيف هاد المكونات مع بعضياتهم زيان اولا غدي ندمج المكونات مع بعضياتهم بهاد البراد مكسور اولا بهاد الخلاط كيف ما يمكن لكم انكم تديروه في الكس ديال الخلاط الكهربائي كيف قلت في البداية الصيف يعني منك يوجد اه ولا منك يوجد منك يبدأ الجو كي يسخن اه كان تعارضوا مع بعضياتنا او كيكونوا عندنا مناسبات في العائلة وكيف قلت في البداية حاولت انني انتقسم معكم مقتطفات من المناسبة كانت عندي في البيت وفي فيديو سابق شاركت معكم وجبة ديال عشان اللي قدمتها الضيوف ديالي ان شاء الله نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وكنجيب القلب اللي وجدنا اه او اللي وجدنا فيه الكراميل من قبل وكنفرغ فيه هاد الخالط هذا يعني هاد التحليه كدوجد بواحد الوقت اللي هو يقصير يعني بسرعة هنا يا بعد ما فرغتها ضروري غدي ناخد واحد الورق بحال هكا ونمسح باش هكا ما يتحرقش لنا هاد الخالط هذا اللي انا فيه الحليب غدي نجيب الصينية اللي كدخل الفران وفي هذا الوقت يكون عندي الفرن ساخن يعني في هذا الوقت راني يمشي على الفران وعندي الماء مغلي او لا الماء طايب كيف كان قلوه بحالة غدي نعمره به هئتي وغدي ندير الماء في الصينية ومباشرة غدي ندخل الإناء ديالي اولا ندخله الطاوة ديالنا لفران وردو البل ما كدتاخدش واحد الوقت كبير في طياب يعني مجرد ما كدتنشف لنا المكونات صافي تكون طيبة كان اكد عليها غير تشوفوا بان الخالطة ديالكم صافي نشوف لان فيه غلبي سكوي وفيه الحليب والبيض ما نحتاجه لطحين غدي اطيب لولو بعد ما كن نقيس باليد ديالي وكلقها نشفت صافي نخرجها وهنا يا كنقلب بواسطة السكين يعني كندير السكين في الوسط يلا خرج لنا السكين ناشف صافي الوصفة ديالنا رها واجدة عفوان وهنا يا غدي نحيدها من هاد الإناء اللي فيه الماء وغدي نخليها تبرد على جنب لانها بقى ساخنة كنخليها تبرد على جنب طبيعة الحال قبل ما ندخلوها الثلاجة ضروري اننا يعني ها كي نسح لها القاعدة ديالها بهاد سريبيتا وغدي نخليها تبرد فوق سطح العمل طبيعة الحال ما كندخلوش تشي حاجة ما كندخلوها الثلاجة وهي سخونة حتى كتبرد وكت تكون فيها درجة الحرارة ديال يعني العادية عاد غدي ندخلها الثلاجة ونخليها تقريبا واحد ساعتين هاكا او لثلاثة دسويع ومن بعد غدي نجبدوها ان شاء الله وعندي بزاف ديال الاقتراحات ديال كريم كراميل في القناة اللي نالوا استحسن لعديد من الاخوات عندي كريم كراميل اللي هو فرضي طيب فلكسكاس اكتر من رائع عندي مجموعة ديال الاقتراحات ديال تحليات اللي تقدمهم لضيوف ديالكم او لمناسبات ديالكم هنا بعد ما بردات وخرجتها من تلاجة هنا يغير من باب كيف كنقولوا الاحتياط كناخد سيكين وكندوزو في الجوانب كنلقا بان الكراميل راساح هنا خبطتها واحد الخبطة حاولو انكم تضربوا غير واحد شوية راكا تنزل بكل سهولة انا هنا كيف قلت لكم خبطتها واحد الخبطة وهي تفتحت شوية من الجوانب ولكن ماشي مشكلة زينتها بهذا الفواكه الحمراء اراها موجودة دبا في الاسواق تزين كيبقى اختياري التحليات ديالكم كنتمنى كنتمنى اخواتي الاقتراح ديال هذا النهار يكون ناس تحسنكم وكيف قلت لكم خواتاتي كنبغي نشارك معكم مرة 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 ما فيها بس انني نتخسم معاكم شي حويجات اللي كيكونوا عندي في المنزل او لا في البيت ديالي يعني اعراضها او لا مناسبة وكنوعدكم ان شاء الله طياب ديال ديال والدة ديالي ان شاء الله يكون حاضر في القناة يعني بوحد الكيميالي هي كبيرة بحالها كا مسبق لي شاركته معاكم كين في القناة نخلي لكم الطريقة دياله في صندوق الوصف ان شاء الله لانه دجاج كيف كنقولو لا يعلى عليه ما كينش بحالها دجاج هذا انا كنقولها عن نفسي وانتم تبارك الله عليكم كلهو خيرو في دارو وكلهو كيعرف تبارك الله وماشاء الله عليكم غير طياب ديال دجاج ديال والدة ديالي عزيز عليها بزاف عزيز عليها بزاف عزيز عليها الكاملة وهنا يا دجاج ديال نصافر اهواجد غدي ندخلوه الفران باش كيتحمر ما شاء الله كيجي محمر في الفران كيجي اكتر من رائع وهنا يا في اخر اللحظات يعني زربت عليهم كيف كيقولو والبديت كنصور والتبصيل في اليد ديال الاخ ديالي ما بغيتش هاد اللقطة هاد يتفوتني وكنت نتقسمها معاكم يعني تل اخر مرحلة كيف كنقولو زربت عليه خليت لكم الراحة والهنا ورحت لبال دمتم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة ورحمة الله تعالى وبركاته ما تنسونيش فضلا من شجاعاتكم